الولايات المتحدة الأمريكية هي ولايات. ولكن عندما قامت الدولة المركزية كان في تفتت بالولايات. وتم تجميع الولايات في دولة مركزية. المقصود هنا أنه عندما نتكلم منهم من يخاف. عندما نتكلم عن المركزية الإدارية. نذهب إلى تقسيم البلاد. فيما الفكرة من الفيدراليات كانت توحيد الولايات. وحتى عندما توحدت الولايات. مثلا في الولايات الأمريكية. في ضرائب تذهب مباشرة إلى الدولة المركزية. كرميل هك. أنا بدي أعمل بكل إستقاط اليوم على لبنان. أنا وإياك. لا تشرح لنا. اليوم عم تقول حضرتك. في ضرائب تروح على السلطات المحلية. وفي ضرائب تروح على السلطات المركزية. كيف؟ مع الأخذ بعين الاعتبار. منهم من يقول أنه هذه تحاكي المزاج المسيحي يلي ضريبيا. بيتوجهوله دائما القوى السياسية بتتوجه له. أنه أنت بتدفع ضريبة أكتر من المناطق الثانية المسلمة. وبالتالي أنت بحقلك أنه ضريبتك تضل عندك بأرضك. بالوقت للدولة المركزية من واجبة تعمل إنماء متوازن. أنا عفوا عم بترح عليك كل هؤلاء الأمور. لأنه في فرق بالصوت هيك. بيكون عندك الوقت أكتر لتجاوب. لا لا. خلينا بلش من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة دولة فدرالية. مش لمركزية. نعم. مثل الإمارات العربية المتحدة. مثل ألمانيا. مثل كندا. مثل برازيل. هاي كلها دول فدرالية. وبالتالي المقاربة بالموضوع الفدرالي تختلف جزريا عن اللمركزية. لأنه بالنظام الفدرالي. الولايات أو المناطق سميها مثل ما بابدك. عندها دائما هامش من الاستقلال أكبر بكتير. يصل إلى حد أنه في عندهم مجالس نواب محلية. عندهم تشريع محلي. عندهم قضاء محلي. عندهم الشرطة المحلية. عند نطاق أوسع من الصلاحيات. مش لهاك المقارنة بين المركزية مالية وبين فدرالية هو المقارنة شغلتين ما بيشبهوا بعضهم. نعم. النظام الفدرالي. وعلما أنه أنا مش ضد شيطنت كمان الموضوع الفدرالي. صحيح أنا أدعو إلى المركزية الموسعة. ولكن أنا بعتقد أنه حتى طرح النظام الفدرالي هو طرح مشروع ديمقراطي لنظام حكم ضمن دولة وحدة. يعني اللي عم بيطرحوا الفدرالية بلبنان. ولو أنا مش منهم. ولكن حقهم يطرحوه. وهن دايما عم بيطرحوه ضمن دولة موحدة. مشان هيك خليني أقول أنه إن كان بالفدرالية ولا بالمركزية ما حدا عم ييجي يصوب وحدة الدولة. وتحديداً باللا مركزية. وحدة الدولة تبقى هي الأساس. أبداً ما فيه إعادة نظر بوحدة الدولة بأي نظام لا مركزي. النظام اللا مركزي على مستوى الضرائب. يختلف عن الفدرالية جزرياً. لأن الفدرالية بيقدروا يفرضوا ضرائب محلية. بيقدروا يغيروا ويعدلوا. مثل ما بريدوا. لأنه عندهم مجلس تشريعي. عندهم بيكون إجمالاً قوانين محلية. أما في النظام المركزي. فالتشريع يبطل السلطة المركزية. التشريع بيبقى بمجلس النواب بلبنان. ما بتشرع المجالس المحلية. ولكن المجالس المحلية بيكون عندها حد أدنى من الإمكانيات المالية لتمكنها من ممارسة صلاحياتها. رح أعطي مثل انطلاقاً من مشروع الأنون اللي تقدم في 2014. هذا المشروع بيعتبر مثلاً أنه ضريبة الأملاك المبنية. كون معروف جغرافياً العقار وينه. لازم تروح على صندوق القضاء. ما بتروح على صندوق الدولي ومنها بنرجع من وزع. هذا منه تقسيم. هذا تمكين لهالمجالس المحلية. منه أن يكون عندها واردات كافية مباشرة. لا تقدر تمارس صلاحياتها. بس بيبقى كمان أنه في ضرائب عديدة رح تبقى مركزية. يعني اللي بيشتري بالسوبر ماركت ولا بيروح على أي شيء. بيدفع عليه تيفياء أو ضريبة على القيمة المضافة. هذي بتروح على الخزينة المركزية. ما بتروح على صندوق مجلس القضاء. مشان هيك. العبرة هي فعلاً للأنون اللي عم نصيغه. مشان هيك. أتمنى أنه ما يكون فيه ردود فعل فقط على أساس العنوان. إنه إذا قلنا لا مركزية ميليه. شو يعني؟ أنا شخصياً ما بعرف وقت واحد بيقول لا مركزية ميليه. شو بيعني هالشيء؟ إلا ما أقرأ بالأنون ؟ شو ترك من ضرائب ورسوم وإمكانيات مالية وواردات؟ شو بقي منها ضمن السلطة المركزية؟ وشو بقي ضمن القضاء؟ أكتر من هيك. طيب في بعض الأقضية غير مقتدرة مالياً. وهون برجع على سؤالك حول الإنماء المتوازن. هذه الأقضية اللي ما عندها مال كافي لا تقدر يكون عندها واردات مباشرة. هل المركزية الإدارية والمالية؟ هل تعني تخلي الدولة المركزية عن وجباتها؟ هذا السؤال. هل ما بتعود السلطة المركزية؟ من خلال عدة آليات. من خلال عدة آليات. من خلال صندوق دعم بعض المشاريع. من خلال بناء تحتية عابرة للمناطق. هل وجبات سلطة المركزية؟ بالتالي حتى باللمركزية الإدارية والمالية الموسعة تبقى السلطة المركزية حاضرة. وتبقى من واجبها تكون حاضرة. وأكتر من هيك عن موضوع الرقابة. في رقابة على السلطات المحلية. ولكن طرحين بالمشروع أنه تكون رآبة لاحقة مش مسبقة وتكون رآبة قضائية مش رآبة إدارية بالموضوع المسيحي اللي حكيتي عنه وفعلا عم ينطرح هيك للأسف الموضوع الجباية إشكالية بكل مناطق لبنان وستكون أكثر إشكالية نظرا للوضع الاقتصادي والمعيشي يلي عم نعيشه كثير من المناطق كثير من الناس ما رح يتمكنوا أنه يسددوا ضرائبهم مثل ما كانوا بالسابق وفي منهم أصلا ما كانوا يسددوا ضرائب هذه مسؤولية مين؟ هذه مسؤولية من يتولى الجباية على المستوى المحلي هذه رح تكون مشكلة مثل ما هي بالبلديات اليوم مشكلة ولكن هذه مشكلة طائفية أم مشكلة العلاقة بالقدرة المالية لمنطقة معينة يعني أنا بدأ أسأل مثلا تأكسر هذه المقولة أنه مسيحي مسلم المسألي هل بين الأشرفية وفيردان ما بيدفعوا ضرائبهم مثل بعضهم؟ هل منطقة مسيحية بالريف ووضع المعيشة صعب عم تدفع ضرائبة؟ يعني ما علش خلينا حذرتك عم تقصد أن جباية الضرائب هي بتروح جغرافيا أكثر ما بتروح طائفيا؟ طبعا وبتروح بحسب قدرة الناس على التسديد ولا مطرح الجباية بيأخذوا له تذكرته بطل فيها على التذكر بيجيبوا أخراج الآيب بيصوفوا هذا طيسته أساسا منيش به أو ما منيش به هذا الكلام على كل حال بس إجمالا هذا الكلام بعزز ضرورة أن يكون فيه لمركزية إدارية موسعة بس إجمالا استيزياد الخطاب المسيحي مؤخرا لشد العصب المسيحي يذهب دائما إلى اعتبار أنه في المناطق الشعبية السنية والشعية لا تدفع ضرائبها بينما أنتم مثلا يا مسيحيين تدفعوا ضرائبكم وأنه لماذا ضرائبكم بدأت تروح لإنماء المناطق الأخرى وبالتالي من هنا أنه مسألة التحذير من أن تتحول هذا الطرح إلى طرح طائفي لسيما وأنه كمان نسمح لي قلت تعقيبا على ما قلت عن أنه الدور الدولي المركزي هون بدأ نفترض أنه في دولة مركزية بينما الواقع في لبنان في اهتراء للدولة المركزية يعني برأيك اليوم أليس هذا الطرح خطر لأنه اليوم ما في دولة مركزية بتقدر تحمله وبالتالي انهيار الدولة المركزية يمكن أن يعززه كطرح تقسيمي بدل أن يكون طرح لتنظيم البلاد شوف مع رفض الكامل لمقاربة طائفية للموضوع يعني بعتبر أنه المسألة مسألة أولا إمكانيات محلية ومسألة جباية ومسألة تتخطى الموضوع الطائفي بعتقد أنه إذا السلطة المركزية مصرة على الإمساك بالمناطق تحت عنوان الولاء السياسي أو تحت عنوان الإطباق على المناطق بس لا يكون عندنا أجندة مركزية نعرف كيف راحت وكيف نهارت السلطة المركزية وجزء كبير منها بسبب هالطريقة بالتعاطي مع الناس ومع البلد لا بالعكس هذا بيكون سبب إضافي للتأكيد على ضرورة المركزية الموسعة المركزية الموسعة ستحل مشكلة المركز لأنه بكل دول العالم التي يصبح فيها تأزم على مستوى المركز تظل المناطق تشتغل وتتنفس بشكل طبيعي نحن بعتقد الأزمات المركزية المتلاحقة تؤكد أن ضرورة أن يكون في مناطق منتعشة قادرة تكمل بموازات الأزمة في المركز ولنا في ذلك في موضوع الكورونا مسأل كبير يعني منذكر تمام قد كان دور البلديات مهم بالفترة السابقة بأول جائحة كورونا شفنا كيف وزارة الصحة كانت تطلب من البلديات أن تساهم معها على مستوى الرقابي أو على مستوى الخدمات التي تتقدم للناس شفنا قد دور البلديات التي هي لحد هلأ الشكل الوحيد من المركز كان أساسي لذلك لا يجوز نضرب فكرة المركزية الفكرة بحد ذاتها تحت عنوين مختلفة وأنه هذا بنسبه لأنه طائفيا منيح أو هذا أعتقد أنه الموضوع منه لا يجوز نقاربه طائفيا بقدر ما لازم نشوف المشكلة وين وين نعالج المشكلة إذا كان فعلا في مناطق تدفع ضرائب أكتر من غيرها وهذا يمكن يبين بالأرقام بدنا نشوف إذا في مناطق غير قادرة على أنه تدفع بدنا نشوف وبدوا يتعالج هذا الموضوع من خلال السلطة المركزية بتدابير ضمن هذا الأنون المركزية ومش عم بحكي نظبيات عم بحكي تطبيق بالتطبيق وقت اللي في منطقة غير مقتدرة ما بجوز السلطة المركزية ما تساهم بأنه ترفع لمستواها المعيشي حتى بهذا المشروع اللي حكيت عنه بالصندوق اللي مركزي في مؤشرات لتوزيع حصص المناطب بشكل أنه تؤدي إلى عدالة في هذا التوزيع مثلا لأنه في أربع مؤشرات لهذا التوزيع مساحة القضاء عدد السكان المسجلين في الجباي والمؤشر الرابع سميناه مؤشر التنمية يلي هو بالواقع مؤشر قداء المنطقة أو القضاء ما عنده إمكانيات قداء بياخد أكتر من الصندوق اللي مركزي لأنه بيكون طبعا على أساس مشاريع عنمائية لأنه بهذه الطريقة بتخلي المناطق تكون قريبة من بعض وأنا بعتقد أنه حتى المنطقة المقتدرة إذا جارتها عندها مشاكل هي بتعاني بشكل غير مباشر من هالمشاكل خلينا نطلع على المركزية على أن هي تضامن وطني ضمن دولة وحدة وأنه المركزية تعزز المشاركة المحلية أولا ننسى دائما نطلع على المركزية هلأ بالمال لا المركزية هي كمان ديمقراطيا تشجع على المشاركة وشاركة الجميع وهذه نقطة أساسية لأنه المركزية هي سلطات منتخبة من معينة وعندها استقلال مالي وإدارة بحدود كبيرة